السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازاكم شباب عاملين ايه اتمنى النتو تكونوا بافضل حال واتم صحة منشستة رونايتد بيستضيف لوت انتاون في مباراة ما تعملتش من 30 سنة في الدوري الانجليزي يمعلموا اول مرة يتقابلوا في الدوري الانجليزي بمسماه الجديد فهل منشستة رونايتد حيستمر في نغمة الفوز اللي بيعملها دايما قصاد لوت انتاون ولا لوت انتاون حيفاجئنا وانلاقي فيه سيناريوهات بتحصل برضو في هذه المباراة وحنا اعتقد تعودنا على السيناريوهات في الموسم الحالي فالله بينا تضيص لايك للفيديو واشتراك في القناة معكم محمول بدرام مجنون يونيتد وتعالوا نتكلم عن مباراة اليونيتد ولوت انتاون في البداية حابب اتأسف على قلة المحتوى في الفترة الاخيرة في الاسبوعين ثلاثة اللي فاتوا وده راجع طبعا للمشاكل اللي الواحد بيمر بيها واللي بتمر بيها المنطقة العربية ككل واخوانا في فلسطين ربنا يكون معهم ونصرهم على اعداءهم ولكن ان شاء الله من الاسبوع الجاي الواحد حيبتدي يستعيد المحتوى تاني ونتكلم عن الدوري الانجليزي ككل الجولة بكل مبارياتها نتكلم ايضا عن الدوري الاسباني اللي احنا نسناه والفانتازي ونرجع زي الاول ان شاء الله ربنا يمنع الموانع بس بما اننا قلنا ده نخش بقى على اليونيتد وعلى الاخبار واول الاخبار معنا هو خبر تحديث البيع بتاع منشستر يونيتد يمكن الكل كان بيتسائل عن موضوع منشستر يونيتد انه مبقش فيه الا فرص رهان واحد وهو جيم راتكليب وليه البيع متوقف الكلام حاليا بيتقال اني ممكن من يوم الاتنين القادم تشوف اني رسميا جيم راتكليب بيستحوز على 25% من منشستر يونيتد كحصة اقلية او ممكن يكون الكلام ده مع التوقف الدولي اللي هيكون في الاسبوع القادم بالنسبة لكرة القادم ان احنا نسمع كلام عن جيم راتكليب طيب حاليا فيه خطط ايضا بتصاحب هذا الاستحواز بيتقال عليها او بتتسرب من اخبار للصحفيين اني جيم راتكليب هيجيب معاه بول ميتشيل انه هو يكون المدير الرياضي بالنسبة لمانشستر يونيتد مو مش بس كده لا كمان وحيبقى فيه مدير تنفيذي اللي هو جان كلود بلان الراجل ده كان رئيس يوفنتوس وايضا كان المدير التنفيذي في يوفنتوس واخر مناصبه ان هو كان الرئيس التنفيذي او المدير التنفيذي بالنسبة لطبعا باريس سان جرمان وهو قدر ان هو يعمل ثورة في الناديين حسب الكلام يعني من الاخر كده بنقولك ان احنا هنستبدل ريتشارد ارنولد بجان كلود بلان ونستبدل مرتوه بول ميتشيل واني طبعا جيم راتكليف اول ما هيجي على طول يا معلم هيبقى هو اللي بيدير الجانب الرياضي عشان كده هيجيب الاتنين دول كمان فيه خبر عن بول ميتشيل ان هو كان متواجد في مبارات غرناطة الاخرانية عشان يتابع ميسون جريمود لان فيه كلام ايضا ان جيم راتكليف لما هيجي ويجيب بول ميتشيل سيعيد جريمود بس الكلام كان ماشي في حتة ان هو ممكن يقطعوا الاعارة بتاعته ويجبوه او يستنوا لنهاية الموسم ويجبوه واعتقد في الحالتين ده هيبقى بمط كبير بالنسبة لجيم راتكليف ان هو ياخده عند الجماهير خصوصا الجماهير العربية انا قلتلك قبل كده ان انا متفائل بجيم راتكليف نوعا ما او بمعنى صح متوقع نجاحه وقلتلك ان احنا كل حاجة كنا بنتوقع نجاحها في هذا النادي من لعبين من اداريين من مدربين كنا بنلاقيهم بيفشلوا في النهاية فانت متوقع الفشل وانا متوقع له من البداية الفشل للراجل ده لاني واحد جاي ياخد النادي بالدين فاعتقد انه بما اننا متوقع له الفشل من البداية هو حينجح لكن بالتأكيد كنت اتمنى ان الجانب القطري اللي هو يستحوز على منشستر نايتد وحاليا الاخبار بتقولك ان الخمسة وعشرين في المية اللي هيستحوز بها جيم راتكليف على منشستر نايتد دي بتتساوي مليار ومتين وخمسين الف باوند يعني لو جينا نحسب بحسبة بسيطة كل خمسة وعشرين في المية بهذه النسبة يبقى الموضوع بيتكلم في خمسة مليار باوند وهو نفس السعر اللي كان عرضه ويمكن السعر ممكن يكون كمان اعلى بالنسبة للجانب القطري ولكن كلها تكهنات وكلام ممكن نقول ان هو اقرب للصحة ولكن ما نقدرش نقول الرقم تحديدا كام هنا او هنا وطبعا زي ما قلتلك قبل كده هو موضوع الديون بالنسبة للجانب القطري اللي هو متضافع السعر وايضا بقاء الجليزرز لفترة لحد لما يستحوز جيم راتكليف ان كان حيستحوز على منشستر نايتد 100% ده عام الفرق بالنسبة لهذا الموضوع برنامج توك سبورت خرج علينا بشوية كلام كده عن موقف ايرك تنهاج مع فريق منشستر نايتد وقال لك اول خبر انه منشستر نايتد لو ما فزش على لو تنتون على ارضية ميدانه فبالتالي سيتم اقالة ايرك تنهاج على الرغم من ان جيم راتكليف اللي هو المفترر هيستحوز على منشستر نايتد او هيشتري نسبة اقلية بيقولك انه هو مش حاطق في باله حتى الاقالة بالنسبة لارك تنهاج اعتقد ان الموضوع ده شبيه بموضوع برضو سولشار لما تم اقالته بعد ماتش واردفورد ان انت تلاعب فريق لسه صاعج فريق المفترر ان انت تكسبه حتى وان كان الفارق انه سولشار لعب خارج الارض ويرك تنهاج هيلعب داخل الارض تاني خبر معنا بيقولك انه ايرك تنهاج خسر غرفة الملابس بصراحة انا مش شايف الكلام ده وشايف انه هو كلام يعني كده اخبار اللي هي طلعة بعد اكلة تقيلة لان احنا بنشوف اللعيبة على ارضية الميدان ازاي بتفرح بالفوز اللعيبة ازاي بتتكلم عن ايرك تنهاج في التصرحات كل اللعيبة اللي موجودة عندك انا فاهم ان اللعيب مش هطلع يزم في المدرب بتاعه اللي موجود حاليا ولكن على الاقل مش هطلع يقول تصرحات او هيتكلم بشكل عام مش هيتكلم بوجه خصوص عن المدرب تالت حاجة معنا واللي تثبت لك ان هم فعلا كانوا واكلين اكلة تقيلة وببيتة وخلتهم يخرجوا بالتصرحات دي انه بيقولك بعد واحد اتناشر ايرك تنهاج هيبقى منصبه في خطر بسبب بالاسباب المالية انا ما فهمتش التصريح وبصراحة حاولت ان انا ادور وراء لكن ما فهمتش ايه الوضع بالزبط المالي احنا عارفين ان وضع منشستر ونيتد المالي احنا بيتكلموا عليه كتير لكن ليه ممكن يكون ان هم قصدهم اني ما حيتمش طبعا تقديم المعونة بالنسبة ليرك تنهاج في الشتاء ان هو يشتري لعيبة او كلام ده كله بسبب موضوع البيع وخلافه فممكن يكون هو هنا في خطر ان هو يكمل بنفس التشكيل والله اعلى واعلى اخر خبر معانا هو ربط اللاعب اندري تريندادي لاعب فريق فولومنسي اللي قدر ياخد الكوبة لبرتادورس اصاد بوكا جونيورز بمنشستر ونيتد وان الصفقة دي حتكلف من 30 ل40 مليون يورو في كلام كتير عن اندية كتير مرتبطة بهذا اللاعب ولكن انا كنت عن نفسي اريد ان هو خلاص خلص مع ليفربول والمفترض ان هو حتى كان في نهاية المباراة بودعهم الكلام بيتقال ان هو رايح لفريق ليفربول الله اعلم اذا كانت الصفقة تمت بالفعل ما بين الناديين وبالفعل حنشوف في يناير في ليفربول او في نادي اخر او فعليا هل الخبر ده من مصدر موصوق انا عن نفسي شايفه مش من مصدر موصوق ارتباط منشسترونيتد بهذا اللاعب ولكن اللاعب فعليا فيه اهتمام من اوروبا وحنشوفه في يناير في الغالب بنسبة 90% في نادي اوروبي نوصل بقى للمباراة اللي بتقام بعد 30 سنة من اخر مباراة وقيمة في الدوري احنا لعبنا معهم في 2020 في الكاس وقدرنا ان احنا نتفوق على ارضه 3-0 ولكن في الدوري انت اخر مباراة ما بينكم كانت في 1992 قبل ما يتم العمل بالدوري الانجليزي بمسماه الجديد برمير ليج بسنة واحدة يا معلم فلما تيجي تبص على كده على الفريقين مع بعض تلاقي ان اخر فوز لفريق لوت انتاون تم فيه سنة 1987 1987 ومن بعدها 11 مباراة لعبوها في جميع المسابقات مع اليونايتد ما يدروش يفوزه في اي مباراة فازي اليونايتد في تسعة وتعادله في اتنين بس الفوز ده كان على ارضية لوت انتاون لكن الفوز الوحيد اللي حققه فريق لوت انتاون على ارضية ميدان مانشستر رونيتد ده بيرجع لمية وتلاتين سنة يا معلم قبل كده 1897 كانت اول مباراة ما بينهم وفاز ساعتها لوت انتاون وكان مانشستر رونيتد بمسمه القديم نيوتن هيس وساعتها فاز لوت انتاون ومن بعدها 18 مباراة على ارضية مانشستر رونيتد في جميع المسابقات اليونايتد بيفوز بيهم جميعا قصاد فريق لوت انتاون طبعا مانشستر رونيتد بيمر بكمية ارقام سلبية الموسم الحالي فهو خسر 5 من 10 مباراة لعبها في الدوري ولكن لم يحدث في تاريخ مانشستر رونيتد انه خسر 6 من 11 من اول 11 مباراة لعبهم في الدوري اليونايتد حاليا في اخر مباراتين على ارضية ميدانه بيخسر بنفس النتيجة قصاد الستي وقصاد نيوكاسل في الكاس والدوري وما حصلش من اكتوبر 1962 ان اليونايتد خسر 3 مباراة تواليا على ارضية ميدانه لما تجي تبص للمباراة دي وتقول التشكيل اللي ممكن يلعب هذه المباراة اقول لك ان انا شايف ان تشكيل كوبينهاجن هو اللي حينزل المباراة دي مع تغيير واحد فقط لغير اللي اعتقد ان هو طبيعي ان هو يتعمل وهو تغيير الدلو بسبب طبعا التغطية العكسية اللي بنشوفها سيئة جدا عن دلو فعشان كده التشكيل هيكون اونانا دالو هيطلع برا ونحط مكانه رجلون ماجواير ووفران عشان طبعا ايفنز مصاب ومش هيقدر يلعب هذه المباراة بساكة على الناحية اليمين خط بنص مكون من مكتو ميني ومعه اريكسن وايضا قدامهم برونو راشفورد على اليمين جرنطش على الشمال هوي لاند في الهجوم مباراة مش محتاجين ان احنا نتكلم فيها مباراة مش عايزة اقولك ان انت ترجع ثقة وان انت لا هي مباراة المفروض ان انت تفوز ما فيهاش كلام اه انا فاهم ان لو تنتون جايين لك منتشيين بالتعادل اصاد ليفربول على ارضية ميدانهم لكن المفترض ان انت تجمع نقاط من الفرق دي ومانشستر رونيتد من احسن الفرق سواء في الموسم الحالي او الموسم اللي فات لما تيجي تحسب له اصاد الفرق الصعيدة ان هو بيقدر يجمع النقاط اصادهم السنة اللي فاتت انت الفريق الوحيد اللي قدر يجمع النقاط برا وداخل ملعبه اصاد الفرق الصعيدة والموسم ده قدرت ان انت تعمله اصاد بيرلي قدرت ان تعمله اصاد شيفلد وايضا المفترض ان انت تعمله اصاد لوتن على الاقل في المباراة الاولينية مباراة الزهاب سواء كانت خارج ارضك او داخل ارضك فمصراحة مش مش هقولك ان هو المفروض ان انه فريق عقد لا هو مش فريق عقد هو فريق انت عارف كويس ان هو هيتكتل في الخلف فحاول تكون عندك جملة تكتيكية ازاي افك بها هذا التكتل او ازاي اهاجم هذا التكتل واستغل الاخطاء فريق لوتن دايما وابدا بيكون عندهم مشكلة في الناحية الشمال بتاعتهم اللي هي الناحية اليمين بتاعة الفريق المنافس اللي المفترض ان راشفورد على حسب التشكيل اللي بقوله لك هيلعب في هذه الناحية وطبعا راشفورد يعني هتقولي هو السبب في موضوع كوبينهاجن وخلافه فازاي انت بتقول ان ينزل واحنا بنشوفه ما بيقديش اداة اقولك اني اعتقد ان المدرب وانا لو ما كانوا برضو كنت حعمل هذه الحركة ان انا ما حاولش ان انا ابين ان هو ده اللاعب اللي بيتحمل هذا الموضوع فقط لا غير لان المفترض ان انتوا كفريق كعقلية كنت تقدروا تتحملوا هذا الموضوع اصاد فريق كوبينهاجن فبالتالي حد الفرصة للولد اصاد فريق زي لوتن ممكن تصدف معاه ويقدر ان هو يجيب هدف او اكتر ممكن تخليه يطلع من الدوامة اللي هو فيها ويعود الى راشفورد اللي انت تعرفوا الموسم اللي فات واللي كان قادر ان هو يكون نجم الفريق الاول فبالتالي هي دي الجهة المفترض ان انت تركز عليها لان هي فعليا الجهة السيئة بالنسبة للو تنتون واللي اعتقد لو احنا فيه اهداف حجلنا هيكون هذه الجهة اليمنى بالنسبة لنا هي حجر اساس في هذه الاهداف في النهاية ما عندش اي كلام تاني اقوله غير ان انت لازم تفوز واعتقد ان احنا ابتدينا نقول هذه الجملة في اغلب المباريات مؤخرا فهل حنقدر ان احنا في النهاية نفوز وبسيناريو مرتاح ولا حنشوف سيناريوهات من السيناريوهات الفضائية والغريبة واللي اعتقد ان احسن افلام الرعب مش ممكن يقل علينا السيناريوهات اللي بنشوفها مؤخرا من من منشستر يونيتد في النهاية ده كان كل اللي عندي عن مباراة منشستر يونيتد ولو تنتون اتمنى ان يكون الفيديو ده عجبكم ولو عجبك الفيديو ما تنسانيش من لايك الاشتراك في القناة واشوفكم باتم حال واتم صحة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته